أول حاجة اللي يجب نعرفها إن كلمة النزاهة في التعبير الدرج عندنا بتعبر عن معنين النزاهة بمعنى إن واحد نزيه يعني إيه واحد نزيه؟ واحد متأنق واحد جميل واحد لطيف المعنى الاستلاحي للمعنى النزاهة أو المعنى اللي بينكلم عنه وبينستخدمه في الهياكل الإدارية وبينستخدمه وإحنا بنقيس حياة البشر ما بيبعدش عندها النزاهة في المعنى الدقيق اللي احنا بنتكلم عنه هي البعد عن السوق وترك الشبهات حاجة واضحة يبقى شخص نزيه يعني إيه؟ ما بيتعرضش للأشياء السيئة لا بيعملها ولا بيقرب منها وكمان ما بيحطش نفسه في مواطن الشبهات سعيت على الشخص هيبقى نزيه إيه ده استنى كده؟ وكأنك انت بتتكلم في النزاهة بتتكلم عن حاجة مهمة قوي حاجة مهمة اللي هي إيه؟ مقاومة الفساد النزاهة آه كده النزاهة من أكتر الحاجات اللي بتقومها الفساد وإحنا محتاجين نتكلم عن مقاومة الفساد بجرأة وبشجاعة لكي نستطيع أن احنا نتقدم كل الأبحاث وكل الدراسات بتقول أن الفساد هو أكتر الأشياء اللي بتعوق عجلة التنمية وعشان كده ببساطة خالص تعالوا نتكلم عن النزاهة النزاهة على فكرة مش معناها أن الفساد أن الواحد يختلس بس لكن النزاهة بتخليك لو قارننا بالمعنى الجميل اللي كان بيتبنى المصريين لمعنى النزاهة وهو أن الإنسان يبقى جميل فيبقى النزاهة مش بس معناها أن أنت تبتعد عن السوق وكمان تبتعد عن الشبهات ده النزاهة معناها أن أنت تكون دايماً من أهل الإحسان من أهل الإتقان وساعتها النزاهة عتكون دافعة للتنمية